معايا دلوقتي عبر زوم واحد من نجوم كرة القدم العالمية لعب في ارسنال تقلق في ارسنال حقق كثير من الانجازات مع ارسنال ثم انتقل الى برشلونة مع جيل زهبي مع بيب جورديولا لم ينجح مع برشلونة قضى فترة طويلة ولكن دون مشاركات كثيرة نجم كبير كل الناس اكيد يحبوا يسمعوا منه ويشوفوه مرة اخرى بعد سنوات غياب معايا النجم الكسندر هلب نجم ارسنال وبرشلونة السابق يا كابتن منورنا ومشرفنا على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا لك على مقدمتك احنا سعداء جدا بداية ان انت موجود معنا عشان لمعلوماتك يعني كثير من الجماهير المصرية تعشق ارسنال بسبب جيلك وجيل ما صبك جيلك فسعداء جدا بوجودك معنا على تلفزيون المصري شكرا جزيلا انا ايضا احبكم كثيرا شكرا بالتأكيد لما بتستعيد هذه الفترات العظيمة اكيد هي فترة ارسنال هي الفترة الاعظم في مسيرتك تطفق ام تختلف نعم كانت فترة رائعة انا سعيد جدا لقضاء هذه المدة مع ارسنال لما بتستعيد الايام الماضية بتقول يا ريتني ما سبت ارسنال ندمان على الرحيل من ارسنال خلال هذه الفترة اللي كنت متقلق فيها جدا مع الفريق ومع ارسنال حتى الان لا اعرف لما غادرت ارسنال لاني كنت سعيدا كان لدي اصدقاء مدير فني رائع كان يصدق فيه كما تعرف كان لدينا فريق رائع نستطيع ان نلعب في اعلى المستويات ولا اعرف لما حدث هذا ولكن ما حدث قد حدث وقد غادرت ارسنال لا اعرف ان كانت هذه غلطة ام لا ولكني حتى الان لا اعرف لما غادرت ارسنال وقتها الصحافة العالمية والانجليزية تحديدا تحدثت عن رحيلك من ارسنال بسبب خلاف مع ارسن فينجر المدير الفن السابق لارسنال انجليزي هل كان فيه خلاف بينكم فعلا لا لا لم يكن لدي مشكلة ابدا مع ارسن فينجر هذه كانت محض شائعات وقد سعادني كثيرا يمكنك ان تتحدث مع فينجر كأنه صديقك المفضل لم اره ابدا في اي مشكلة مع احد ولم اتعامل مع مدير فني كما تعاملت مع ارسن فينجر عظيم جدا الفترة اللي بعديها هي فترة برشلونة فيها عدد سنوات مش قليلة ولكن مشاركات قليلة جدا وما كنتش بتشارك مع جيل زهبي رائع جدا لبرشلونة ايه مشكلتك كانت مع برشلونة او مشكلتك في وجودك مع برشلونة ساعتها لم تكن لدي مشاكل حقيقية فريق رائع من احد الفرق المفضلة لدي انا بدأت جيدا ولكن بعد ذلك اشياء حدثت في حياتي الخاصة وقد فقط سيطرتي على بعض صرفاتي اصبحت متوترا اكثر تعرف ان هذه الاشياء تحدث والتي جعلتني كما تعرف لم اكن مركزا على كرة القدم بعد ما حدث في حياتي الخاصة التركيز قل وتفكيري في كرة القدم قل قد فقط سيطرتي على نفسي كما قلت هذا ما حدث هذا بالفعل هو سبب اني لم اكن اؤدي بالشكل الانسب مع برشلونة ارسنال فيجر حاليا بعيد عن التدريب بيب جورديولا مدربا لمانشستر سيتي في رأيك وانت بعيد الان عن لعب كرة القدم اي فترة افضل فترة فينجر مع ارسنال ولا فترة بيب جورديولا مع مانشستر سيتي اعتقد ان كلا المدربين رائعين بالطبع بيب جورديولا درب برشلونة باير ميونيك ومانشستر سيتي فكلاهما درب فرق كبيرة ولكن بيب جورديولا كان لديه الميزانية الاكبر التي تستطيع ان تبني اي فريق بالطبع جعل المسئولية والامر اسهل عما كان عليه ارسن فينجر ارسن فينجر كان يحضر اللاعبين الشباب اللاعبين مغمورين ويجعل منهم نرهون فيكبروا وينبوا في ارسنال ويظهروا كرة قدم رائعة عسلك على ارسنال الوقت الحالي ارسنال ينافس على اللقب الدوري الانجليزي توقعاتك لارسنال هذا الموسم ورأيك فيما يقدم ارتيتا مع الفريق هو مدرب رائع مايكل ارتيتا كان محظوظا لان رئيس ارسنال اعطاه الوقت ليبني هذا الفريق حوالي ثلاث سنوات قد استطاع ان يبني فريق الارسنال الحالي بالطبع هو فريق رائع يلعب كرة قدم عظيمة اعتقد ان ارسنال لديه فرص جيدة جدا ليفوز بدوري الانجليزي هذا العام اعيس اسألك مين في الجيل الحالي من ارسنال شايفو كان يستطيع اللاعب معكم في الجيل الزهبي ليه ارسنال مين من اللاعبين الحاليين كنت تحب ان يكون بيلعب جنبك في الملعب في اي مركز من الملعب السؤال صعب جدا لأقول من الافضل العادي من اللاعبين الرائعين احب طريقة لعب الارسنال هي طريقة جماعية لا يوجد لعب واحد قائد الان تستطيع ان ترى ارسنال الجميع يستطيع ان يحدث شيئا في المباراة بالطبع احب بوكايو ساكا جدا سريع جدا مهاري بكرة القدم هو يحرز العديد من الاهداف نعم نعم استطيع ان اقول بوكايو ساكا ولكنه كما قلت فريق رائع ككل